رماه بالحصى حتى ذهب فمن المشاعر الجمرات التي بمنا وهي ثلاثة الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى تسمى العقبة كلها تقع في منا ومنا مشعر داخل حدود الحرم وهو الموضع الذي ذبح نبي الله إبراهيم عليه السلام كبشا بدل ولده إسماعيل عليه السلام ورمي الجمار هناك فيه امتثال لأمر الله تعالى واقتداء بنبينا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابن عمر رضي الله عنهما وأما رميك الجمار فلك بكل رمية حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات أي من المهلكات لكن ما هي قصتها هذه الجمار لما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بالمناسك ذهب به الملك جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة فظهر له الشيطان فرماه سيدنا إبراهيم عليه السلام بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه إبراهيم عليه السلام أيضا بسبع حصيات ورمينا الحجارة نحن هناك فيه إغاظة للشيطان وإذلال وتحقير لها قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أجارنا الله من الشيطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر